ميلو ديس بلاستيك سندروم متلازمة خالة للتنسج النقوي MDS هي حالة طبية تنطوي على إنتاج خلايا دم نقوية غير فعالة يتصف المرض بأنه مجموعة من الأعراض التي تؤدي إلى هبوط كل من كريات الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية تحدث الإصابة غالباً عند البالغين ونادراً حدوثها عند الأطفال أو تحت سن الخمسين ومعدل عمر المريض عند الإصابة ما بين الخامسة والستين إلى الخامسة والسبعين عاماً متلازمة خالة للتنسج النقوي هي جميع الطرابات الخلايا الجذعية المكونة للدم داخل النخاع العظم حيث تتكون خلايا الدم بشكل مضطرب وغير فعال وبذلك تنخفض كمية ونوعية الخلايا المكونة للدم بشكل غير عكاسي أي لا رجعت فيه يصبح لدى المرضى المصابين بهذه المتلازمة فقر دم حاد ويحتاجون لنقل دم متكرر وفي معظم الحالات يتفاقم المرض ويصاب المريض بقلة الكريات وذلك بسبب الفشل المضطرد لنخاع العظم وتتحول المتلازمة إلى مرض سرطاني خبيث يسمى بضاد الدم النقوي الحاد عادة خلال أشهر إلى بضع سنوات متلازمة خلال التنسج النقوي تنتج عند التعرض لعلاجات السرطان مثل العلاج الكيميائي والإشعاعي أو المواد الكيميائية السامة مثل التبغ والبنزين ومبيدات الآفات أو المعادن الثقيلة مثل الرصاص حالات فقر الدم اللاتنسجي المكتسب وفقر دم فانكوني كلتا الحالتين من الممكن أن تتطور إلى متلازمة خالل التنسج النقوي يحتاج المريض لنقل دم باستمرار لمعالجة فقر الدم الناجم عن قلة الكريات وهذا قد يسبب اكتناز الحديد هيموكروماتوسيس للمريض وذلك إذا استمرت عملية نقل الدم للمريض على المدى الطويل بالإضافة إلى حدوث اثنين من المضاعفات الخطيرة التي تحدث للمرضى نتيجة قلة الكريات النزف نتيجة قلة الصفيحات تكرار العدوى نتيجة قلة الكريات البيض